لا اذكرت انتي اسمها انا ما يهمنيش وصح انا اسمها منذكروش انا منذكروش لا هو شي معروف على مواقع التواصل اشي مع انتي عندك خلاف معروف انا كل الاحترام لهذا المؤثرة مايرجل نوجه لتحية انا نوجه لتحية تحيك المعروف جهنم لا يعني احنا لا احنا لا لازم نكونوا شوي نختاروا كلامنا احنا انا شخصيا ما عنديش مشكل معها انا ممكن نكون ضد انا ممكن نكون ضد بزاف اشياء اسراءوا بيناتكم لكن انا في نفس الوقت ضد انه ندعي والواحد بجهنم او اي انكان نوجه لتحية لكن هو موضوع مفروض علينا لازم نحكيو فيه لازم نحكيو فيه وعندنا الجرأة الكافية انتي حابتي تحكي فيه حكي مواضيع اخرى لا 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 هو موضوع يتعلق بك ويتعلق بمسيرتك وهو اكتر شي مؤثر فيك بدليل انه انتي ركي تبكي عندك لا انا نبكي انا نبكي تأثرتي لانه بكيتي لانه الموضوع كله والهجوم ليسراء عليك مؤثر جدا وانا نتفهم هاد الشيء ضغط مواقع التواصل الاجتماع والسوش الميديا شيء بشع جدا انا نمعاك لكن انا حق الرد مكفول انا اي واحد حبي رد على كل التصريحات اللي معانا اليوما في البرنامج يا اهلا وسهلا لكن هاد الشي ما يمناش انه ضيفتي نعطيها حيز كبير انها تشرح مواضيع اردي يعني ديجا موجودة على مواقع التواصل الاجتماعي والقصة والجدل اللي صار مع مايا رجيل معروف للناس كاملين صح او لا كنت صديقات كنت انا صديقة كيفاش انا الوحيدة لي كنت صديقة لانه كلمة صداقة كبيرة بزاف انا انك لن grew up انشان يغدر ما بدت تقول لي الى هالصداقة كبيرة شوفي هذاك الانسان اللي او اللي من قو ر انش هي accurate صديقات قبل ما ينقل لان انا انشان معروف عاجلي ما تعرف فاميلتو ما تعرف حتى واحد من مدينتو ما تعرفش المدينة أصلاً كيف شرحت للجنازم؟ واحدها راحت واحدها دارت قروب في انستغرام تواصلت معه لزان في ليونسوس بشيروح يعزيه قالوا الهلالة خرجوا بنات فاميلة قاع لي تعرفيهم قاع لموقع توصول اجتمحي كانوا في القروب قاع قالوا الهلالة وش بيك احلام كين روحوا لدوبا ينعزوها ولا كيتكمل عدة تحالي هي اربعة اشهر وعشرة ايام وتنزل للجزائر لانه انا الوافاة تعراج لي وش في السروه لانه مات في العمل دياله في محطة البرية دياله وكان قال لي تقيقة في الفيديو كنا نحضر مكالمة فيديو قال لي تقيقة انا رايح نهضر مع العمالو نعود نرجع ان نكلمك فهو كان يعمل وفي الفيديو اللي في المحطة البرية شفته كيفاش كان يهضر معها هذا السيد وحكم قلبه طح موجودة الفيديو كيفاش تورفه زوجي موجودة في المحطة البرية شفتها بعيني طيب كملين الحكاية لو كان انا حبيت كما تقولي البرز انا الحقنا هذا النقطة انا ما قلت لا يعني لو كان زعما كما قالوا حبيت الشهرة غير كما شفت الفيديو تعراج لي بعد ما خلصت معايا اربعة شهر وعشرتي ايام باش نزلت لمنطقة السوقر ورحت المحطة البرية تعراج لي كيفاش تورفه كنت قادرة نصورها في مواقع او لم تكن قادرة ما هو الشي اللي منعك؟ منعني لاني كنت بعقلي لانه هذا كل وقت كانت صدمة كي حطيت بعد اربعة اشهر وعشرتي ايام صدمتني وبكيت كيشتها ماشي غير بكيت وبكيت 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 صح ما منشرتها على مواقع التواصل اجتماعي وكان كان عايش تركا اشتكوه قلوه ما تموتش خليني تموت قبلك بصغير صعيبة بزات صعيبة يموت واحد عزيز عليك صعيبة قلوش تشكيلو تمنيت انا اللي نموت و قبلوا الشي هو اللي موت قبلي صراحة لعشتوما شي ساعة للان نحاول نرجع الحياتي الطبيعية نقعد نضحك نصولف كما يقولوا هنا نطلع على سناب شاد نسولف نضحك هذا نحاول نضحك الناس باش انا نحيه لا خاطرين بس عقير نسكر الكاميرا نبكي طبعا واحد ما يقدرش يحكم على الناس من دقيقة دقيقتين ثلاث دقائق يشوفوهم هلا ليغزو سوسيوك نكمل لك كنت نقول لك تفضل باللي كاس قسيتين يقول لتوضيع لوحدة قلتك ما قدش نضاع لوحدة ما تعرف لا اهل رجلي لا واحد للمدينة لا حتى حاجة وقلت لك دارة قروب فعلا موقع التواصل اجتماعي وخرجوا فحلات البنات قاع لي زين فريونسيوز قالوا لها لا لا يجي احلام نعزوها ولا كنت نروحوا لدوبي نعزوها ولا نعطوها في التليفون هي سكرت القروب وراحت كان سرابينا تكمسوا التفاهم كنت على خلاف لا ولا شيء عادي عادي مش خلاف عادي عادي عن بعض عن بعضنا كنت صدقات مطربات لا تحسبي هاش تقسم حيني نكمل لك لا تحسبي هذيك الصداقة هذيك انا كنت عمباليز عمال صداقة وطيدة اصلا فهمتم بعدها صداقة مصالح كنت جهنا لدوبي اتخلينا منها المهم قلت لك غلقت القروب وراحت وهي تقول انه انت كذلك كانت عندك مصلحة لانه هي كانت معروفة اريدي على السوشيال ميديا انا كانت معروفة اريدي على السوشيال ميديا كان عندها عدد فولوورز طالع عالي وانت كنت تستغليها على السوشيال ميديا انا جايتك لهذا الموضوع قلت لك وقع قداش لحقت مع صالة العيشاء غير دفنوهم وقعدت تمشي وتسقسي وين جاي دار فلان وين جاي دار فلان يعني متع فتا واحد وبعدها تزيت الطاول في السوشيال ميديا وتخرج بعدما قعدت وصوروها للافامي صوروها للعائلة وهي تقول لهم حذاري على مواضيع مواضيع تافهة مواضيع ميراث مواضيع امور هذي وانا الحمدلله رجلي ما مخلي علي في حياته لا بعدما ماتوا الحمدلله هنا في دبي يعني عندهم مخصني تهدري انتي على ميراث تعيتامة مش تخلك انتي شكون انتي من تهدري على ديرو منيش عارف ماهو كلفر الحمدل их ماهو بدينا خلاف على أساس أنه الزوج دياني بينك وبين زوجك خلاف بينك وبين عائلته ما عندوش عائلته بين زوج خواته يعني عائلته زوج عائلته يعني العائلة الكبيرة ما عندش مشكلة وش خلاهم يشكوا يدخلوا في هذا الأشياء يعني أمور لما سمعتها أقسم بالله فعاقت أنه الناس تحكيوا على ديان والدين اي وبنته كارثة يا الله انوصلنا على الشكل دوق هما وش قالوا الهاب قالوا الهاب اللي عمبينا خلاف وعندنا يعني ثلاث سنوات ما متقابلناش اوكي من من أواخر 2020 من قبل أواخر 2020 بتقريبا قولي من أوت 2020 داكو أوت 2020 بالضبط نعطيك العادات وعندما من ثم انا ولدت يعني من ثم كان خلاف بيني وبين الزوجة بينه وبين خواتاته وانا ما كانش بين خلاف بيني وبينه تسمى داروا بيناتنا لمدة قصيرة خلاف بعد هذه عودنا رجعنا لبطانا هذه زدنا ما عجبنا يعني انتو نفصلتو ورجعتو لا ما نفصلناش على خلاف بس خلاف يعني داربتو مدربة على الأزواج ايه ما تشوفوش ولادي خلاص انتوما في بلاستكم وهي في بلاستها طيب يعني ما نقدروش انه نتغاضاوا عليها انا الحين خليلي علاش وصل الشكل انها تطلب منهم دي انا اي لأطفالك او لبنتك مجرد غيره كي سمعت وش عنده وكسك ما تهرفوش ما تعرفش زوجي تلاقينا هكدا كانت هي هكدا مع الزوج دير ها تلاقينا هكدا قولي ماكسيموم ماكسيموم اربع مرات التقينا كابلز عرفتي فاطلعنا مع بعض ما تعرفوش كون هو وش يدير وش عنده هي راح تلتم فهمت قتلهم اه بلكو شوفو كش ما وقيدا كش ما الاخر بلكو تورت معاكم غيره غيره وفقط غيره دورك كين مشاكل على الورث لا 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 أمور طيبة الحمد لله شو مدخول احلام عموري من غير مواقع تواصل اجتماعي مواقع تواصل اجتماعي دخلتيني في المداخل لك اتخذلك في الديسويت بلي حكا بش نضحك بش نضحك يولا حكا بش نضحك بش نعابد نقول لك دوك دوك نعمل من المشاكل انا لا لا اتوقع change خبamamذا انا محرشة شكرا